بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين نتكلم في هذه المحاضرة بإذن الله والمحاضرات التي تليها عن المخالفة للثقات وأنواع علوم الحديث التي تنتج عن هذه المخالفة فنقول إذا كان سبب الطعن في الراوي مخالفته للثقات فينتج عن مخالفته للثقات خمسة أنواع من علوم الحديث وهي المدرج والمقلوب والمزيد في متصل الأسانيد والمضطرب والمصحف فإن كانت المخالفة بتغيير سياق الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فيسمى المدرج وإن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير فيسمى المقلوب وإن كانت المخالفة بزيادة راوين فيسمى المزيد في متصل الأسانيد وإن كانت المخالفة بإبدال راوين براوين أو بحصول التدافع في المتن ولا مرجح فيسمى المضطرب وإن كانت المخالفة بتغيير اللفظ مع بقاء السياق فيسمى المصحف وفيما يلي تفصيل البحث فيها بإذن الله تعالى ونبدأ بالنوع الأول وهو المدرج فنقول في تعريفه لغة اسم مفعول من أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه وضمنته إياه أما اصطلاحا فتعريفه ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل من خلال هذا التعريف يظهر لنا أن المدرج قسمان مدرج الإسناد ومدرج المتن ونبدأ بالكلام عن مدرج الإسناد فنقول في تعريفه هو ما غير سياق إسناده من صور مدرج الإسناد أن يسوق الراوي الإسناد ثم أثناء سياقته للإسناد يعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك فيتغير سياق الإسناد مثال على هذه الصورة قصة ثابت ابن موسى الزاهد في روايته من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار أصل هذه القصة أن ثابت ابن موسى دخل على شريك ابن عبد الله القاضي وهو يملي ويقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سكت شريك ليكتب المستملي ما قال في هذه اللحظة شريك نظر إلى ثابت فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار ويقصد شريك بذلك ثابتا ولا يقصد أن هذا الكلام الذي قاله هو متن الحديث إنما هو يقصد بذلك ثابتا لزهده وورعه فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به كذلك في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى نتكلم عن مدرج المتن هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر